مصدر مسؤول بحما أكد لوسائل إعلام محلية وعربية أن وحدات الجيش استطاعت أن تستعيد كميات من الأسلحة وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي كانت قد سطت عليها مجموعات إرهابية مسلحة أثناء اقتحامها لبعض المفارز الأمنية ومخافر الشرطة بمدينة حما كما استعادت وحدات الجيش مبالغ مالية كبيرة كانت قد سطت عليها هذه المجموعات أثناء اقتحامها وتخريبها للمصرف الزراعي في مدينة سوران وأفاد المصدر بأن وحدات الجيش تمكنت من استعادة هذا العتاد والمبالغ المالية بعد عملية ملاحقة سريعة وحصار لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة سوران منوها بأن وحدات الجيش لاحقت بلول هذه المجموعات التي هربت من مدينة حما بعد أن عاثت فسادا فيها وتمركزت في بعض القرى القريبة ومنها سوران وحلفاية وطيبة الإمام وعقرب وألقت القبض على عدد منهم لتقديمهم للقضاء وكيش العربي السوري غادرت صباح أمس مدينة حما بعد أن أعادت الأمن والاستقرار للمدينة التي عاشت ظروفا عصيبة خلال الفترة الماضية نتيجة أعمال القتل وترهيب السكان والتخريب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة وقال ضابط في الجيش للصحفيين أن الجيش خرج بشكل نهائي من حما عائدا إلى ثكناته العسكرية بعد أن نفذ مهمته الوطنية بكل إخلاص وأعاد الأمن إلى المدينة مستجيبا لنداءات المواطنين الذين روعتهم المجموعات الإرهابية المسلحة أهالي حما قالوا إن المسلحين فرضوا جوا من الخوف والرعب مما جعل السكان يبحثون عن مكان آمن فيما تبددت اليوم كل المخاوف بعد أن أعاد الجيش الأمن والأمان إلى المدينة ما سلبه المخربون من الناس أعاده الجيش لهم ليس فقط المسروقات المادية والأسلحة التي سطى عليها الإرهابيون من المخافر بل أعاد الهدوء والأمان إلى النفوس بعد تلك الأيام العصيبة